السلام عليكم خرجت من بيتها صباحا على أمل أن تعود إليه محملة بسلة غذائية تحصل عليها بشكل شهري وتعيل منها تسعة أيتام هي عاشرتهم منذ أن استشهد والدهم في أول أيام معركة حماية مدينة تعز لكنها لم تعود إلا جنازة محمولة على الأكتاب فقد كان هناك رصاصة غادرة بانتظار قلبها الممترئ بالهموم والأحزان وللأسف فالرصاصة هذه المرة كانت بسبب اشتباكات بين الحملة الأمنية ومسلحين خارجين عن القانون في شارع جمال وسط مدينة تعز قصة الشهيدة علياء الهزمي في الفيلم التالي نتابع ثم نعود بنتي علي ناصر محمد الهزمي وماتت بشارع جمال عند الكناصين كانت ساها هي نازلابة والدباب يعني كانت هي المسؤولة علينا بكل حاجة بعد موت أبي الله يرحمه كانت تتولي علينا وتتولي على الأخوان الصغار تخرج من هنا لهنا تشقي علينا وعذا والله يرحمه استشهدت بأكها خرجت بتدي لنا الإغاثة واشتبكوا فقعه بشارع جمال وتعورت ما احنا جدارين من وين والله بالضبط يعني كنا في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السابت الموافق 24-2019 تلقينا اتصال هاتفي من المستشفى الروضة بأن لديهم جثة باسم علي علي ناصر محمد الهزمي أنت عاقل وادي المعسل قلت لهم نعام قال هذه فلانة بنت فلان علي علي ناصر الهزمي وقع لها طلقة وأنا ندري معي جهة في شارع جمال أرايها أرايها تجيب الدقيقة تسألوا لها تعالوا اللي تعمل لهم الدقيقة راشا لا قلت لي صدمة ما صدقتش ما صدقتش يعني أبدا لأنه قلت يعني هي عاد الآن خرقت من قدامي كيف بصدق ما صدقتش لما قابوها العصر قنبي وهي بالكفن حقي ومكانني ما صدقتش كانت الصدمة الفاجعة الكبرى عندما رأيناها جثة هامدة في ثلاجة مستشفى الروضاء فكانت هنا حكاية مؤلمة ومؤسفة لأبناء تعز الذين هم يدعون بالثقافة وهم أصل الثقافة والعلم والبناء وتطور إلى إنفلت في السلاح حيث أنها كانت مارة في أثناء الباص متجهة إلى شارع جمال تحت جسر نعمة رسام المدرسة نعمة رسام باتجاه مستشفى الحكمة إذ بطلقة تخرق السيارة الباص حتى تدخل في صدرها وتفارق الحياة تسعة تسعة أولاد كان زوجها كان من المقاومة أشتشهد شهيد وهي تشكي عليهم في كل مكان تجزع وترو تدي لهم راشان وعلى كلها المسارف التي رسلوا لها فلوس تشكي عليهم كانت دالحين لا أب ولا أم أسمحوا على أيتام تسعة مش تمام صعب علي يعني لا أم ولا أب أتذكر وأحزن على أخواني الصغار لأنه ما فيش أحد يعني يعرولهم بعده قد كانت هي اللي تعرولهم بعده وبعد أبي كمان زوجها استشهد معا لواء الصعاليك في بداية الحرب وهو يدافع عن الدين والعرض والأرض ومحافظة تعز في منطقة الزنوج كيف ما هزنتها له هنا بكل ليل ونهاري نوع أيني قدوا خلاص ما قدر استضيها من معي غيرها؟ من يمسك أولادها؟ من يمسك أولادها؟ جدتهم أجوزة وأنا شيبة؟ فين نروح؟ فين نمشي؟ ما بالله نظرها من أرحم الرحيم من الحكومة نحنا نشتل بس الأمان لتعز بس أما هذا قتال ما قتال كل اللي يروحوا دم الناس أما هم عملوا لنا ولا عملوا لنا شيء قتلوا بس أمهاتنا وأبوهنا قتلوا أطفال بريئين إيش سووا؟ ولا سووا حاجة قتلوا بس دماء الناس بكوا كل بيت وقزعوا لهم ولا عملوا شيء ولا حرروا نحنا من حاجة الآن كانت تعول أشياء كثيرة بالنسبة لتربية الأطفال ولكن شاءت الأقدار أن تفارك هذا الحياة ونقول من السلطة المحلية ومندير الأمن والقادة العسكريين يكفي إلى هنا يكفي إلى هنا إنفلات في شارع جمال لا في معها سلاح ولا معها أيها جاء نازلها فوق الدباب خذك الدبابة جاء لها فوق صدرها كتلها ورها الله يقتلها وما كتلها الله يفرك ما فركها من عياله هذا المتعودين يرقودون لحالهم هذا المتعودين يرقودون بأمه وقمبي يعني الآن أمهم الثانية بدل أمهم يعني يعني قدوا متعودين إذا ما هلاش أمه وقمبي يرقودون قمبي عادي هذا طبعا يعني يعني عب كبير بالنسبة لصدمة الطفل ولكن الطفل لا يتجرع قطرات الألم إلا فيما بعد عندما يصحوا يكبر وإنما غفلة الطفولة غفلة الطفولة تتركه بأشياء أن يحزن ويلاقيها عند المنام عند الآكل عند كذا ولكن نسأل الله أن يصبرهم ونسأل الله أن يشقق إليهم القلوب وأن يعاطف إليهم الناس للنظر إلى هذه الأسرة أنا أشتد المحافظ أشتد دولة إنشتد دولة ينظروا للأولاد قرروا لهم معاشهم يجدوا لهم علشان نكبرهم من أنا ومن أنا خوالها موجودين أعرفت يا أخي على شأن نتعاون نكبر التسعة بأن نروح بأن نمشي يا أبوهما اشتشاد وهي اشتشادت بأن نمشي أنا قل لي ما بالله نظرها من الحكومة من المحافظة ما بش غيره يا أخي ننشد المحافظة رئيس المجلس المحلي بصفته الأول الراعي ولأمر المحافظة بالنظر إلى هذوم الضحايا نتيجة الاشتباكات في محافظة تعز ونظر إلى أسرهم حيث أن أسرهم لا تمتلك حتى بيوت ملك وإنما عبر إيقارات والإيقار مكلف ومشقة المعيشة مكلفة وتسعة أولاد من يرعى من الدواء من المأكل من الملباس من بيت الإيقار من صرفة لا يعول واحد اثنان وإنما تسعة فالنظر إلى أولاد الشهداء الأب شهيد والأم شهيد وثلاثة من أسر شهداء ومدافعون على هذه المحافظة ولا شيء ولا أستنى أي حاجة نتيجة كل يوم قتلها كل يوم حرب كل يوم حرب والنهاية بنتي رات فيبو ولدي اشتشاد نبيل علي ناصر أليالي ناصر أه أومار خميس أربت يا أخي أشتشادوا كلهم من عيالي من بيت واحد تركت عيبي كثير فراق كبير الأم حنونة على أولادها تحس بمرضهم تحس بجوعهم لكن نحن نعول وسنعول ولكن نحن بصفتنا رجال ويعني مشاقنا وجهدنا كل واحد على أسرته قد بعض أحيان نغفل على هذه الأسرة تسعة أيتام من أسرة واحدة فقدوا الأم والأب وإلى جوارهم بالحي نفسه عشرات الأيتام بين فاقد لأمه وفاقد لأبيه بعضهم قتل في مواجهات مع قوات الحوثيين التي تحاصل المدينة وبعضهم قتل بالكذائف العشوائية التي ترسلها هذه الميليشيا إلى الأحياء بينما قتل أخرون بطيران التحالف ورصاص الانفلات الأمني داخل أحياء المدينة من يتحمل مسؤولية إحالتهم وكفالتهم وتحقيق العدالة والإنصاف لهم؟ هذا السؤال وغيره نضعه بين يدي ضيفنا من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام مرحبا بك سيد توفيق مرحبا بك أحبت الله بجميع مشاهدي خناتكم الكريم هل هناك إحصائية رسمية لضحايا الانفلات الأمني في مدينة تاعز تحديدا؟ بالنسبة لنا لا توجد إحصائية رسمية دقيقة لكن الإحصائية تتفاوت من فترة لأخرى أنا لا تذكر لدينا بعض الأرقام التي تأتي ما بين الفترة لكنها بشكل عام تستطيع أن تقول أنها أرقام مرتفعة في منطقات سيطر عليها المفروض السلطة الشرعية لكن ما نستطيع أن نقول اليوم أن الحرب أفرزت قانونها وطبيعتها وتأثيراتها النفسية والاجتماعية حتى على المستوى الفكرية في مقابل عدم اجتماع الأطراف على مشروع واحد لإخراج اليمن من الحالة التي تعيش فيه الأسف الشديد اليوم الأطراف التي تحارب في كل جبهة الشرعية تحارب بعقلية ما قبل 21 سبتمبر عام 2014 ما زالت تعيش تلك اللحظة الصراعات البينية التي ساهمت بصورة أو بأخرى نشرت منظمات حقوقية ووسائل إعلام معلومات عن وجود علاقة بين المسلحين المحتملين في المربعات السكنية وبين عمليات الاغتيالات بحق جنود وشخصيات اجتماعية في مدينة تعز ألا تعد هذه التقارير والتناولات الإعلامية بمثابة بلاغ للنيابة العامة كيف تقيمون أيضا دور النيابة العامة في التعاطي مع هذه الجرائم أنا أقول لك أخي عبدالله بكل وضوح من المفترض اليوم تعز تعتبر تتقدم عن محافظة عدم في عدد الاغتيالات التي نالت الضباط أو مقاتلين في الحكومة في الجبهات أو ينتمي الحكومة الشريعة من المفترض أي حكومة اليوم تحترم نفسها أو سلطة تحترم نفسها في ظل وجود اتهامات متبادلة بين الأطراف أن يتم تشكيل لقنة تحقيق مستقلة من القضاء من الناشطين من المهتمين بهذا يفتح هذا الملف على مصرحة يفتي تعز اليوم نزيفة يفتي وقعا اليوم النيابة العامة وصلت الأمور إلى مكابر جماعية يعني كشفت المسألة ليست فقط تبادل بلاغات وتبادل اتهامات 2000 إذن هل تعتقد أن بالتالي اليوم أنا أعتقد اليوم أن النيابة تفضل أكمل أعتقد النيابة العامة هي قز من حالة النيابة العامة والقضاء هي قز من حالة الإرباك والضعف الذي تعيشه هذه المحافظة اليوم لا يمكن أن نتحدث اليوم عن قضاء قوي ومستقل والنيابة قادرة على أن تحقق في متر هذه القرائم بينما البنية الأمنية للأجهزة الأمنية والشرطية ما زال ضعيفا لا يمتلك الإمكانيات غير قادرة على تنفيذ القرارات إلى غير ذلك وبالتالي أيضا هذه القرائم التي ظهرت بما فيها القرائم المتعلقة بالمقابر الجماعية القرائم حالة أعتقد أنها فوق قدرة النيابة العامة نفسها فوق قدرة الإمكانية القضائية الموجودة في محاوظة تعز وبالتالي الحديث اليوم عن الحكومة الشرعية من المفترض تشكل لقنة بالتعاون مع لقنة التحقيق الدولي التحقيق الوطنية ودوليين يفتحون هذا الباب على مصر عاي ويتم التحقيق من جديد ويرفع تقرير لكن كما قلت لك اليوم الحكومة الشرعية ما زالت أيضا والسلطة المحلية واقعة بين ضحية التقادبات السياسية للأسف الشديد بالذات محافظة تعز اليوم تقدم نموذك سيئة لحالة التضعضع لحالة التمزق الاجتماعي والسياسي التي من المفترض أن تقدم النموذك الأمثال تعز اليوم تعز هي روح الثورة هي بداية الثورة هي الشعلة والشرارة التي أضعت لكل اليمنين في كل المحافظات دروب الحرية دروب فبراير من اليوم كأن هناك مؤامرة يراد لتعز أن تغرق في هذا المستنقع وأن تعاقب على فعلتها بحق اليمنيين أن تعاقب على هذه التورة أعتقد يجب على القوى السياسية والناشطين والإعلامين بالدرجة الأساسية أن يستوعبوا هذه المؤامرة وأن يلتفوا حول تعز حول الدم التعزي لأي فصيل ينتمي لأي حزب ينتمي القضايا الجنائية يجب أن تبقى قضايا جنائية الخلافة السياسية يجب أن توضع جانبا تحال بالحوار بالقلوس مع بعض أنا اليوم أتعقب أن يتصدى إعلاميين وناشطين وحقوقيين هذه المعركة التي لا يستفيد منها الوطن وهم محسوبين على الثورة محسوبين على تعز الأسف الشد كيف يتصدون هؤلاء الناشطين والإعلامين يتصدون لمواجهة هذا الإنفلات أم لأحد أطراف هذه الجماعات كيف يتضبط اليوم الناشط الحقوقي أو الناشط الإعلامي هو عين المجتمع وبالتالي يجب أن ينحازوا للحقيقة مهما كانت مرة ولو كان القاني أو المتسبب في صديقك أو المنتمي لحزبك أعتقد هناك مواهر واضحة لأسف الشديد عندما تقرأ اليوم المنشورات وتقرأ ما يكتب تصاب بالإحباط هناك تحريف واضح للحقائق هناك تضخيم لقضايا لا يجب أن تضخم لأنها قضايا بسيطة يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد أي طرف يسيء لتعز ويهدد أم تعز وهدد استقرار تعز يعني من العيب اليوم أن تعز تغرق أن تكون هناك شبه دولة لا نقول دولة كاملة ومقابل تمردات ثم بعد ذلك ينحاز فريق كامل لأقل هذا التمرد لأقل هذا الانفلات لأقل هذه القضايا لصالح من الدولة معروفة لدى الجميع معروفة لدى الإعلامين ومعروفة لدى الناشطين سواء تعريفها أو فلسفتها أو وظيفتها وبالتالي يجب أن لا ندخل في إشكاليات تسيل لهذه الإشكاليات الدولة أو في حدها الأدنى يجب أن نقف معها حتى تصل إلى مستوى معين الفساد يجب أن يحارب أي كان هذا المفسد كان من رجال الآمن كان من الشرطة كان من السياسيين كان من رجال الآمن بهذا التكاتف يمكن أن تخرج تعز من وقعها ما لما نعتقد كل قلم كل كلمة كل قبلة تكتب من ناشط أو سياسي أو أي إن كان هو مساهمة بدرجة أساسية في الوقع التعزي وفي الدم النازق حتى اليوم إذن هناك النشباء من المسؤولية يتحملها أهالي وأبناء تعز أنفسهم أو أنفسهم فيما يحدث في المدينة وليس فقط مؤامرة خارجية كعقوبة لتعز كما يتكرر دائماً الخارج لا يستطيع أن يفعل ينفذ مؤامراته أو مخططاته بدون أيدي داخلية المال السياسي اليوم أصبح يعبث ليس في تعز في كل مكان هناك أناس اليوم مستعدين أن يبيعوا كل شيء من أجل تحقيق أغراضهم الأسف الشديد نحن اليوم نعيش مرحلة كما قلت لك مرحلة الإنقلاب بعقلية ما قبل الإنقلاب اليوم الحوثي تتوحد جبهاته تتوحد صفوفه بينما نحن في تعز في بقية المحافظات موزعين الجهود ومشتتين القوى ونتقاتل فيما بين والمؤلم سيد توفيق وعلى التويسر وعلى الأرض في كل مكان نعم والمؤلم أن تجد أبواك تتبع الميليشية تتحدث عن هذه الحقوق التي تهدر وتتلبس يعني لبوس الدفاع عن الحقوق وعن الحرمات وعن الدماء التي تسفك داخل المدينة بل وصل الأمر بعضهم إلى إطلاق نداءات للتدخل من أجل الفصل بين الإخوة في مثل هذه الاشتباكات التي يروح ضحيتها الأبرياء إلى أن نصل إلى حالة من الرشد والوعي وفرض سيطرة الدولة من يتحمل مسؤولية توثيق حق هؤلاء الضحايا وحفظ حقوقهم يعني أطفال صغار لا يستطيعون أن يقوموا بهذه المهمة برأيك من يجب أن يقوم بعملية التوثيق والرصد لهؤلاء الضحايا وتوثيق حقوقهم حتى نصل إلى مرحلة العدالة والانتصاف لهم منظمات المجتمع الدولي وعفظ المدني والناشطين الحقوقيين الموجودين في هذه المحافظة والمنظمات هي المسؤولة بالدرجة الأساسية اليوم عن حالة التأرصد وعن حالة التوثيق التي يتعرض لها أبناء محافظة تعز يجب أن تكون هناك منهجية محايدة لأن العدالة إن غابت اليوم سوف تأتي غدا لم نسمع عن دم تم سفكه ثم ذهبها درا في مزملة التاريخ هذا الدم سيشق طريقه وسيجد يوما في قاعة المحكمة يحاكم القلاد ويحاكم القاني وبالتالي سينتصر له الحكومة الشرعية أيضا تتحكي بصورة أو بأخرى لكن لا نستطيع لأنها بالنهاية هي طرف وإن كانت عليها مسؤولية التي تمثلها السلطة المحلية لكن اليوم بالدرجة الأساسية هناك مؤسسات أخرى سيد توفيق هناك مؤسسات أخرى حكومية هناك لجنة وطنية وهناك وزارة حقوق إنسان يمكن أن تقوم ببعض هذا الدور أيضا طبعا نعم بماذا يمكن أن تفضل أنا أتحدث اليوم أنا لا أريد أن أتحدث عن وزارة حقوق الإنسان لأنها بالنهاية هي وزارة أتباع الحكومة نحن نتحدث عن منظمات مستقلة بما فيها اللقنة الوطنية للتحقيق في ادعاة حقوق الإنسان وهي تقوم بقود قبار هذه الأمور هذه الليجيان نستطيع أن تمتلك نوع من الحيادية قدر الإنكان ونوع من الوثوقية للتحقيق فيها بالدرجة الأساسية وبالتالي من أجل حفظ حقوق الضحايا اليوم أو غدا سوف يأتي العدالة بماذا تنصح أهالي وذوي الضحايا ما هي الإجراءات الأولى التي يجب أن يتخذوها عقب تعرض أحد أكاربهم لمثل هذه الانتهاكات لقدر الله البلاغ أن يقوموا بالإبلاغ عن أي انتهاك لأقرب منظمة حقوقية أو التواصل مع لقنة حقوق الإنسان أو اللقنة الوطنية للدعاة حقوق الإنسان أو منتوبها إذا كانوا معروفين يجب أن يكسروا حاجز الخوف لأن الخوف لن يحفظ لهم حقوقهم لن يعيد لهم الدماء المسفوكة لن يعيد الأرواح التي ذهبت إلى باريها لن يعيد بناء البيوت التي فكرت يجب أن يكونوا واضحين يجب أن يكونوا منصفين يجب أن يقولوا ما شاهدوا بتقرد دام لأن اليوم أكبر يعني تحدي هو أن تكون متقردان اليوم يجب أن لا تموت العداء لا تموت الحقيقة بخنجر الإنحياز أو بخنجر التشفي من طرف أو طريق من الفراق لأنه مهما تم التوثيق بنوع من الإنحياز أعتقد أن اليوم هناك منظمات عدة يتم تقوم بالتوثيق وبالتالي تعاضد الروايات تعاضد الشهادات سوف تثبت حقيقة ما حدث وتسقط كل الإدعاءات الباطلة التي لا تقوم على التقرد وعلى الانتصار والإنصاف للإنسان والإنسان فقط نعم في حالتنا لهذه الحلقة هناك تسعة أيتام تركوا دون أب أو أم قتل الأب أثناء الدفاع عن مدينة تعز ثم لاحقت الأم في اشتباكات مؤسفة ترى هؤلاء الأيتام وسواهم من الأيتام ضحايا الإنفلاتات الأمنية في المدينة من المسؤول عن رحايتهم والعناية بهم إلى أن يصلوا إلى بر الأمان الحكومة الشرعية اليوم هي المسؤولة بالدرجة الأساسية وإن كان نقول بالدرجة الثانية هي المنظمات الخيرية والإغاثية والمجتمع الدولي لكن الحكومة الشرعية نحن قلنا أكثر من مرة يجب أن تكون هناك هيئة مستقلة خاصة بالمعتقلين أو قتل الحرب هؤلاء الذين خاصة الذين قتلوا ومدافعون عن مدينة تعز من العار اليوم أن يكون رب هذه الأسرة قدم دمه وروحه من أقل كرامة وحرية تعز ثم تترك أولاده يمدون أيديهم هنا أو هناك من أقل لقمة العيش هذا وصمة عار في جبين الحكومة بالدرجة الأساسية وفي جبين كل صاحب مال وذو يسر من أبناء تعز أو من غير أبناء تعز ماذا عن جهود الناشطين لغير ذلك نحن أمام معركة معركة كبيرة ماذا عن جهود الناشطين وتلك الأكلام التي لو وجهت لهذا الجانب الحقوقي لربما رأبت الصدع وجسرت الهوى بين الفركاء نحن نعيش حقيقة كما قلت لك نحن في معركة فيها اختلال كبير لا تسير على توازن واضح وهناك اليوم تضخيم لقانب على حساب القوانب الأخرى اليوم حتى على مستوى الصحافة الاستقصائية أو الصحافة الإنسانية في ضعف ضعف كبير جدا اليوم هناك تتبع لحالة التعذيب هناك تتبع لحالة الاعتقال هناك تتبع لحالة مثلا منع الناس من التنقل بين محاوضة إلى أورو هذا مطلوب وقيد بل هو في صميم عمل هذه المنظمات والدور الناشطين لكن في ضعف كبير في مقالة الصحافة الإنسانية استقصاء الحالات الإنسانية اليوم تأتي صحفية من الولايات المتحدة الأمريكية وتكشف عن يمنيين يأكلون أوراق الشجر وتسبق اليمنيين الذين يعيشون فيما بينهم لأننا للأسف الشديد مشغولين في قضايا لديها خلفيات سياسية بالدرجة الأساسية اليوم يجب أن تتوجه الأقلام للقضايا أو للجوانب الإنسانية تغوص في جراحات الأطفال جراحات النساء تغوص في الحالة الإنسانية المادية والإغاثية أعتقد أننا سنتكشف عن وضع ووضع مأساوي جدا يرافقه أيضا تفكك اجتماعي وأخلاقي ونفسي صاحب هذه الحرب يجب على الأقلام اليمنية أن تتقرد وما لم يقود أنا أدعو في حقيقة من على من بريكم أن يتفرق الصحفيين والناشطين ذو الأقلام القصصية الرائعة وينشئوا مواقع ذات صبغة إنسانية بالدرجة الأساسية لإظهار الأوقاع اليمنية للعالم المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة السام للدفاع عن الحقوق والحريات كنت معنا من مدينة فيينا شكرا جزيلا لك ولكل هذه الإضاحات مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة إلى هنا نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على كناة بيرقيس على اليوتيوب أسرة الشهيدة علياء الهزمي تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة